بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عزائي وأحبابي طلاب الصدر الأول الابتدائي استكمالا للدروس السابقة رح نكمل اليوم بدرس اسمه إيش؟ ما هو درسنا اليوم يا أبطال؟ لاحظوا الدرس استعمال النقود أحسنتم إذن درسنا اليوم هو استعمال النقود وفكرة الدرس إني أقارن قيم النقود بأسعار السلع رح نعطيك سلعة وقيمتها طبعا مثلا السلعة 17 ريال رح نشوف الآن وهل أستطيع؟ طبعا نكون معي مجموعة من النقود وأسأل هل أستطيع أن أشتري هذه السلعة أم لا أستطيع إذن هذا هو درسنا اليوم إذن أقارن قيم النقود بأسعار السلع إذن الفكرة هي أقارن قيم النقود بأسعار السلع لاحظ المثال هنا فقرة أستعد أعد النقود لأعرف ما معي من النقود ويكفي لشراء الكرة أم لا لاحظ الآن كم معه من النقود خليل نعدهم هذه عشرة وخمسة كم سعر معنا؟ خمسة عشر وريال ستة عشر وريال سبعة عشر طبعا الكرة كم سعر الكرة؟ يقول ثماني الكرة سبعة عشر ريالا وهنا طبعا لدينا كم ريال حسبناهم؟ ما رأيكم؟ ممتازين سبعة عشر ريالا إذن أستطيع أم لا أستطيع؟ هذا السؤال نعم أم لا؟ هل تكفي هذه النقود لشراء هذه الكرة؟ الإجابة إيش؟ أبطال الإجابة نعم إذن فكرة الدرس سهلة مرة الآن رح نبدأ بفقرة إيش؟ أتأكد انظر إلى الثمان وأعود النقود الآن لدينا سبعة وعشرين ريال شايفينها؟ سبعة وعشرين ريال ثمان هذه الحقيبة أو علبة التلاوين الآن نعد النقود ونشوف هل نستطيع إذن نرى هل نستطيع أن نشتري هذه الحقيبة أم لا؟ هذه النقود التي معي شايفينها؟ نعدهم هذه كم؟ عشرة وهذه عشرة وهذه خمسة وهذا الريال وهذا إيش؟ الريال نعدهم طيب عشرة وعشرة عشرون وخمسة كم يا شاطرين؟ خمسة وعشرون وريال ستة وعشرون وريال سبعة وعشرون هل أستطيع أن أشتري هذه العلبة من التلاوين؟ إذن لديه سبعة وعشرين ريال وهي سعرها سبعة وعشرين إذن نعم نستطيع إذن نعيد عدوا معاي كم هذه أشاطرين؟ نعم عشرة زائد عشرة يساوي كم؟ نعم عشرون وزائد خمسة كم يصبح لدينا؟ خمسة وعشرون وزائد ريال كم يصبح لدينا؟ ستة وعشرون زائد ريال سبعة وعشرون هل أستطيع أن أشتري ب 27 لإجابة نعم أم لا نعم لأنه لدي 27 ريالا إذن نضع دائرة على نعم الآن لدينا هذه أيضا سعرها 30 نشوف نستطيع أن نشتري هذه أم لا لاحظ معي الآن ليدي من النقود 10 زائد 10 يا شاطرين نعم 20 زائد 5 25 أبطال زائد ريالين كم يصبح لدي 26 وريال 27 زائد ريال 28 إذن معي من النقود 28 هل أستطيع أن أشتري هذه اللعبة أو الحقيبة ما رأيكم نعيدهم مرة ثانية 10 و 10 20 و 5 25 و ريالين 26 و ريال 27 إذن الإجابة الإجابة تكون لا الإجابة لا إذن أتحدث مع منال فقرة تتحدث مع منال أوراق نقدية من فئة 10 ريال مع مشاعر أوراق نقدية من فئة 5 ريال أي منهما تستطيع أن تشتري لعبة بـ 80 ريال إذا تستطيع نحن تتحدث عن هذا السؤال نأتي إلى الفقرة أتدرب فقرة إيش أتدرب لدي هذه 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 الفنجين والإبريق كم سعرها هذه ما رأيكم 36 ريال إذن لدينا هذه تستطيع أن تشتريها بـ 36 ريال إذن لازم يكون معك 36 ريال أو أكثر حتى تستطيع أن تشتريها الآن أعد النقود كم هذه 10 زاد 10 ما رأيكم نعم 20 زاد 5 ما رأيكم ممتازين 25 زاد 5 ما رأيكم 30 ممتازين زاد 5 كم يصبح لدي 35 زاد ريال 36 إذن لدينا 36 من النقود هل تكفي هذه النقود لشراء المطلوب كم لدينا هنا كم سعرها 36 ريالا إذن هل أستطيع أن أشتري هذه طبعا نعم نستطيع أن لدي 36 ريال الآن لدينا هذه اللعبة بـ 23 ريالا والمطلوب أن أعد النقود وأسأل نفسي هل تكفي هذه النقود أم لا تكفي لنه خلينا نعد مع بعض هذه كم يشاطرين خمسة وريالين ستة سبعة وريالين ثمانية تسعة وريال عشرة وريال أحد عشرة ريالا إذن نعيد خمسة وريالين كم يصبح لدينا سبعة وريالين تسعة وريال عشرة وريال كم صار لدينا في النقود كم أصبح لدينا ما رأيكم 11 ريال هل أستطيع أن أشتري هذه اللعبة التي سمنها 23 ريالا الإجابة بالتأكيد إيش لا أستطيع ينقصني الكثير من المال حتى أصل إلى إلى 23 ريالا الآن نبدأ بسؤال ستة ستة لدينا طائرة حلوة جميلة ولعبة حلوة اللي هي هذه اللعبة الحمراء بثمانية عشر ريالا الآن أسأل نفسي هل تكفي هذه النقود التي معي لشراء هذه اللعبة عشرة زايد خمسة ما رأيكم ممتازين خمسة عشر زايد ريال كم يصبح لدي ستة عشر كذا لدينا ستة عشر ريالا هل تكفي لشراء اللعبة بثمانية عشر طبعا الإجابة رح تكون إيش لا يا أبطاء الممتازين الآن هذه اللعبة بأحد عشر ريالا فقط هذا المكعب بأحد عشر ريالا نعد النقود ونسأل هل تكفي أم لا تكفي عشرة زايد خمسة خمسة عشر زايد خمسة كم يصبح لدي ممتازين عشرون زايد ريال كم يصبح لدي واحد وعشرون طبعا الآن وهي سعر المكعب في 11 ريال والإجابة طبعا أكيد نعم لأنه عندي فلوس تزيد على سعر المكعب باقي سؤال طبعا نتركه لكم تحلو تفكر فيه طبعا في البيت وإن شاء الله نكمل في المرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته